مشاهدين ينضم إلينا داخل الستوديو سيد استبرق صباح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان للحديث أكثر عن آخر مستجدات مشاريع فك الاختناقات المروري أهلا بك سيد استبرق شوارع بغداد تشهد زحامات مرورية لكن في نفس الوقت هناك تفاؤل بمشاريع فك الاختناقات بالتخفيف من هذه الزحامات هل تتوقعون أن تساهم هذه المشاريع الجديدة بتخفيف الزحامات؟ تفضل نعم أكيد بكل تأكيد شكرا جزيلا على تحت هذه الفرصة أهلا بك نعم بالفعل مثل ما تفضلت حضرتك هناك زحامات حاليا الآن في بعض شوارع بغداد وبالتحديد في العقد التي تشهد انطلاق مشاريع فك الاختناقات المرورية وبالتحديد الحزمة الأولى وبالحقيقة هذا أمر طبيعي يعني هذه المشاريع أتت بالحقيقة لتحل الزحامات المرورية في تلك المناطق بعض الدراسات مستفيضة تخطيطية مع كافة الجهادات العلاقة انطلقت مشاريع فك الاختناقات المرورية بالتحديد في منتصف العام الماضي واليوم وزارة العمار والإسكان تسير بخطة كبيرة بالحقيقة وحققنا نسب إنجاز متقدمة على أرض الواقع أكثر مما هو مخطط ومرسوم إليه واستطعنا أن نفتتح أول مشاريع من هذه الحزمة وبالتحديد تطوير تقاطع الفنون الجميلة وإن شاء الله سنشهد افتتاحات لعدد من المشاريع منتصف العام الحالي اليوم بالحقيقة الوزارة تحقق نسب إنجاز متقدمة وتسير بوتائر عالية جميع مشاريع فك الاختناقات المرورية هي بالحقيقة علاج لمسألة الزحامات المرورية اليوم محافظة بغداد محافظة مليونية يسكنها أكثر من 7 مليون نسمة وهذا أمر طبيعي أن تشهد محافظة بغداد زحامات مرورية وأن تشهد زحامات أكثر خصوصا في الوقت الحالي اللي نشهد بهذه المشاريع لكن بالحقيقة الوزارة مع زحمة مع الزحامات اللي سببت هذه المشاريع اتخذت عدد من الاستراتيجيات منها للمساهمة في فك الاختناقات المرورية في تلك العقد وبالتحديد في مناطق المشاريع عن طريق إيجاد حلول لطرق أخرى إضافة إلى اضطرنا لنزيل بعض الأرصفة ونزيل بعض الأعمدة مع الكهرباء بالتعاون مع وزارة الكهرباء وأمانة بغداد لغير الضمان إنسابية حركة النقل والمرور في تلك المناطق لكن بالحقيقة نأمل صبر المواطن علينا اليوم المواطن البغدادي له كل الحق لكن بغداد مدينة مليونية لم تنطلق مثل هكذا حزمة مشاريع منذ عقود طويلة وهي بحاجة إلى تدخلات عاجلة وسريعة ليس فقط على مستوى مشاريع الطرق الجسور وإنما أيضا على مستوى البناء التحتية وعلى مستوى قطاع الإسكان طيب أستاذ سبرق إذا ما تحدثنا عن عمل الشركات المنفذة لهذه المشاريع أنتم كوزارة إعمار وإسكان كجهة مستفيدة هل لديكم لجان تتابع عمل هذه الشركات تصدر تقييمات لاحقا حتى على الأقل مثلا إذا في مشاكل ممكن تداركها مستقبلا نعم أكيد استاذ صادق نحن ما ننكر وهذا دائما ما كنا ننوح عليها بالحقيقة بالإعلام أباني انطلاق هذه المشاريع واجهت الوزارة تحديات كبيرة خصوصا في مرحلة التخطيط والتصميم لهذه المشاريع واجهنا تحديات فيما يخص الاستملاكات واجهنا تحديات فيما يخص إمدادات البنى التحتية فيما يخص خطوط الماء والمجاري وخطوط الضغط العالي والمتوسط للكهرباء والاتصالات اليوم محافظة بغداد لا توجد لديها خراءة دقيقة جدا لإمدادات البنى التحتية لكن بفضل المتابعة المستمرة اليوم عنصر المتابعة هو بالحقيقة أمر في غاية الأهمية لغرض ضمان انسيابية وديمومة العمل بهذه المشاريع هذه المشاريع ذات أولوية وذات مساس مباشر بحياة المواطن وتتابع بشكل يومي أو شبه أسبوع من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم والكادر المتقدم برئاسة معالي السيد الوزير والكادر المتقدم أيضا في دائرة الطرق والجسور وهناك توجيهات بأن تكون العمل في هذه المشاريع على مدار اليوم الواحد بالحقيقة كوادرنا تحملت وتتحمل وهي سعيدة بالحقيقة في أن تنجز وأن تحقق نسب إنجاز متقدمة على أرض الواقع فيما يخص هذه المشاريع طيب سيد استبرق الطريق الحلقي هل بات ضرورة ملحة لتخفيف الزحامات عن شوارع العاصمة هل هناك من خطوات لكي تنضي الحكومة بمسارات مرورية جديدة خارج المرور؟ نعم أكيد هناك اجتماعات على قدم وساق في مقر الوزارة برأسة معالي السيد الوزير فيما يخص استراتيجات دعم وتطوير قطاع النقل اليوم الوزارة تعمل بالحزمة الأولى وأيضا نناقش في الوقت الحالي انطلاق الحزمة الثانية اللي أيضا ستتضمن عدد من المشاريع أضافة إلى طريق الحلقي الرابع اليوم المحافظة بغداد هي محافظة مليونية ويسكنها ملايين من البشر ومقارنة بحجمها أو خلينا نقول مساحتها الصغيرة نوعا ما مع باقي المحافظات وبالتالي تستلزم استراتيجيات لدراسة وتقييم أنظمة النقل الشامل فيما يخص محافظة بغداد أيضا انطلاق مترو بغداد بالتأكيد سيدعم أو سيفك من حجم الزحامات المرورية بشكل كبير تناولة التقارير فيما يخص مترو بغداد أنه سيساهم في نقل بحدود أكثر من 3 مليون شخص خلال اليوم الواحد وبالتالي سيساهم مساهمة فعالة في فقن الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد فيما يخص طريق الحلق الرابع والسؤال حضرتك بالتحديد نعم الوزارة خططت لهذا المشروع وان شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم انطلاق هذا المشروع هذا المشروع أيضا هو حيوي وأساسي يقوم بنقل الحركة من المحافظات الشمالية للجنوبية وبالعكس دون المرور بمركز المحافظة بغداد أيضا سيحتوي هذا المشروع عدد من الفعاليات التجارية والإدارية على طول مسار الطريق طيب أستاذ السبرق هل لدينا الآن نسب إنجاز عن مشاريع فقن الاختناقات المرورية ولو نسب تقريبية هذا من جهة من جهة ثانية ماذا عن مداخل العاصمة على الأقل التي يلتقى ضمن اختصاصكم نعم فيما يخص نسب إنجاز مشاريع فقن الاختناقات المرورية أنا ذكرت يمكن في بداية اللقاء أن الوزارة حققت نسب إنجاز متقدمة يعني اليوم نسب الإنجاز الفعلية هي أكثر للمخطط لكافة مشاريع فقن الاختناقات المرورية نعم بكل تأكيد هناك تقدم على كافة مشاريع لكن بالحقيقة لكل مشروع خصوصيته يعني عدد مكونات المشروع تحديات التي تواجه المشروع مساحة المشروع إضافة إلى باقي الفقرات الهندسية والتخطيطية الخاصة بي فيما يخص استفسارك الآخر أو لمداخل العاصمة نعم اليوم الوزارة تعمل بمدخلين من أصل خمس مداخل نعمل بمدخل بغداد كوتا أو ما يعرض بمدخل بسمائة ونعمل أيضا بالمدخل الشمالي هو مدخل بغداد ديالة الوزارة حققت نسب إنجاز متقدمة بأكثر من 93% فيما يخص المدخلين لكن تعرف العمل مشترك اليوم الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت أمانة بغداد أو محافظة بغداد أو هيئة الاستثمار أو باقي الجهات القطاعية متمثلة بوزارة الكهرباء والوزارات الأخرى ننتظر إكمال باقي الفقرات خصوصا فيما يخص مدخل بغداد الكوت اللي يتقع على عاتق محافظة بغداد ليتم استكمال باقي الفقرات التي تنطوي تحت عهدت وزارتنا نعم السيد استبرق صباح المتحدث باسم وزارة الامار والسكن شكرا جزيلا لانتمامك إلينا شكرا جزيلا لانتمامك إلينا